يا صباح الهانة وصباح الرزق وصباح السعادة كل حاجة حلوة يا رب والنهاردة يوم فاصل هو بداية الأسبوع أو كده دائما ومتفقلين في بداية الأسبوع بس احنا كمان متفقلين إن شاء الله النهاردة حتكون مباراة ممتعة مش بس مباراة بإذن الله يتكلالها الفوز للأهلي لكن إن شاء الله كمان تبقى مباراة ممتعة وحنتكلم في تفاصيل كل حاجة خاصة بين مباراة النهاردة والأجواء والكوليس والغيابات والضغوطات كل ده على مدارة إن شاء الله الحلقة صباح الفل يا كريم صباح الفل عليك صباح الفل على كل حضراتكم أهلا بيكم في بداية حدقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي أزود بقى على النهوان ده أهلته وجمع جاهزين لحضراتكم بإحصائيات ملخص كده لطيف على مزاجكم فيما يتعلق بيه تاريخ المواجهات السابقة بين الأهلي والزمالك طبعا لقاء بيكون دايما شديد الخصوصية وزي ما قالتنا هوان ده أكيد النهاردة هنتكلم وباستفادة عن هذا اللقاء عايزين نقولكم إن احنا إن شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة حيكون عندنا كالعادة فقرتين حواريتين الأولى حينورنا من خلالها كابتن إيهاب المصري طبعا هو مهاجم منتخب مصري السابق وكمان حينورنا معاها الأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي دي الفقرة الحوارية الأولى التانية حتكون مع دكتورة دينة أبو السعود وحيكون فيه حوار عن أهمية الفيتامينات بعد إجراء عمليات السمنة يعني يمكن الموضوع ده يهم فئة معينة من الناس بس أكيد يهمهم بشكل كبير فأتمنى أن هم إن شاء الله يتابعوا الجزء ده من حلقتنا النهاردة نرجع تاني مباراة القمة وبنكلم المية 24 وحديث مطول بصراحة عن النهاردة لأن انت عندك ضغط على الجانبين يا كريم عندك كل فريق من الفرقتين عايز يثبت نفسه يعني زي ما بتقالك المباراة أكون أو لا أكون فريرة مستعد إلى حد كبير يمكن أكبر كمان من أو أكتر من الأهل لو تيجي تبص كده أنت عندك سكواد كامل طبعا فيه غيابات كتيرة جدا بس عندك مدير فني وعندك وعندك على الصعيد الثاني عندك مهمة فيها تحدي كبير جدا كابتن سامي أمصان ربنا وفاقه إن شاء الله هو أدها وكلنا في ظهره بصراحة ولكن برضو في نفس الوقت أنت عايز تخلص كل المطشات المؤجلة عايز تحصل على النقاط بتاعتك عندك يعني لسه ليلة طويلة ولسه يعني زي ما بتقال كده تفاصيل محتاج أن أنت تركز عليها جدا النهاردة في هذه القمة المنتظرة وبرضو هرجع وأقول تانية كريم أنا عايز أشوف كرة ممتعة طبعا أنا عايز أفوز بس أنا عايز أشوف كرة ممتعة يعني مسابقة الدوري قبل ما نتكلم برضو عن النتيجة وإن إحنا دايماً بنلعب على الفوز اقتناس التلات النقاط عشان نستعيد اللقب اللي إحنا يعني تعودنا عليه واللقب زي ما بتقالي المحبب لنا والجماهير عايزين نواجه رسالة برضو مهمة لنفسنا والجماهير عايزين كل واحد يشجع فريقه بس معلش أنا ممكن كلامي ده شوي يبقى تقيل على بعض الناس بس إحنا لازم نقوله لأن ده دورنا عايزين كل واحد يشجع فريقه بس لا نسخل من الفريق الثاني لا نستنى غلطة من الفريق الثاني لا نتمنى الإصابة للفريق الثاني دي كرة قدم ونفسه بتكون داخل الملعب وبس وشكرا على كده عايزين روح رياضية عايزين تشجيع أكيد مثالي بين الجماهير كمان محتاجين ندعم فريقنا في مهمته النهاردة إن شاء الله وندعم كابتن سامي قمصان مرة تانية وكرر كلامي الأدار مباراة Eastern Company بصراحة الحق يقال بشكل مثالي جدا وشفنا عودة الروح اللي يمكن جبنا بيها أربعة هداف وكانش متوقع يعني احنا كنا بنقول يوم الأربعة قبل المطش يا رب يعني نخلص كده بهدف أو اتنين بالكتير لكن كانت مفاجأة جميرة جدا طب إحنا ليه كنا بنقول كده عشان عندنا ظروف عندنا كان غيابات سواء للإصابة أو غيابات طبعا للعناصر الدولية اللي عندنا لكن الحمد لله تفاجئنا بدأ أكثر من رائع وزي ما بتقال كده يعني أداء ولا أروع أصلا وده اللي احنا عايزين إن شاء الله في مطش النهاردة نتمنى كل التوفيق ولازم يكون فيه ثقة وأنا تبعت كده مبارح بعض اللقاءات المختلفة اللي كانت معمولة من بعض جماهير الأهلي عفوا أنا جماهير مصريين بيقولك أنت تتوقع فوز الأهلي والزمالك طبعا كل واحد بيشجع فريب يتوقع الفوز لي لكن كان فيه كلام عقلاني جدا برضو ناس كتير كانوا تتكلم إن فيه غيابات يا كريم عندك إصابات عندك حالة توتر أصلا للفرقتين ما فيش استابلتي شوية فبرضو أنت لازم تبقى داخل كمشجع للزمالك أو الأهلي عندك هذه الصورة على كل حال خير إن شاء الله النهاردة تفصيلة الاستابلتي أو الاستقرار ده اللي خلنا كلنا فرحنا جدا بعد ما تابعنا اللقاء الأخير اللي جمع ما بين الأهلي وإيستن كامبري لأن احنا فعلا كلنا شاهدنا عودة الروح لكل العيبة النادي الأهلي وشفنا إدارة كابتن سامي أمصان المميزة جدا وشفنا الأداء الجيد وشفنا النتيجة الكبيرة واللي إلى حد كبير كانت غير متوقعة نتيجة عدم الاستقرار ونتيجة طبعا اللي كان حاصل قبل منها بأيام بسيطة جدا عايزين نقول كمان أن طبعا القمة أو الديربي أو الكلاسيكو أيا كان اسمه أيا كان المسمى دايما الماتش ده اللي من الصنف ده بيكون لقاء زو طابع خاص جدا يعني هتلاقي حضراتكم أن ديربي ميلان ومسلا بين انتر وميلان ينطبق عليه نفس الكلام ديربي مادريد بين الريال وإيه أتلاتيكو الكلاسيكو بين برشلونة وريال مادريد ديربي منشاستر في إنجلترا كل المباريات اللي بتندرج تحت نفس المسميات دي دايما بيكون لها طابع شديد الخصوصية بالذات عند المشجعين هي ما بتكونش ماتش هي عبارة عن بطولة في حد ذاتها ومتعة خاصة جدا وخالصة جدا ده اللي احنا نفسنا ان احنا نشوفه النهاردة ان شاء الله عايزين نشوف كورة حلوة وعايزين نستمتع بنتيجة حلوة ومرضية لكل جماهير النادي الأهلي عايزين نشوف الفرقتين فيقين لسبب بسيط جدا أن الأهلي والزمالك لما يكونوا اللعيبة في الفرقتين دول بسفة خاصة فيقين تقدروا حضراتكم تكونوا مطمئنين ان الكورة المصرية بالكامل هتكون فيقة طبعا إلى جانب كل العيبة المميزة في كل الفرقة المختلفة لكن بطبيعة الحال الأهلي والزمالك هم رومانت الميزان إنجاز التعبير هم الترمومتري اللي بناء عليه نقدر نقول ان الكورة بخير ولا الكورة بعافية فنتمنى ان احنا نشوف ان الكورة بخير ان شاء الله بص انا بتفع معيك وفي برضو نقطة لازم احنا كجماهير نبقى عارفينها للأهلي لان انا ما بقولش غياب موسيماني هيؤثر بشكل كبير لكن موسيماني كان معودنا يا كريم في المباريات الكبيرة ان هي بتكون لنا الأفضلية يعني سبحان الله في المباريات الخفيفة او الصويرة كنا شوية ايه لكن مع موسيماني في المباريات المهمة والكبيرة انت كان بيبقى ليك دايما الأفضلية وده بلغة الأرقام احنا مش بنتكلم من وجهات نظر فده يمكن شوية بيدي هل كابتن سامي القمصان هيقدم نفس الأمر ولا لا؟ هل كابتن سامي القمصان هيلعب بنفس الطريقة ولا لا؟ هل هيبقى برضو في الملعب فيه سيطرة فيه هجوم يعني اكيد كل ده هيبان طبعا خلال خلاص ساعات قليلة جدا لكن احنا برضو نتمنى نتمنى يكون فيه كرة حيلة في الأول في الآخر زي ما انت قلت وانا من الناس المتفقلة جدا يعني فيه ماتشات باجي اقولك يا كريم عن الشو تفقلة بس انا وانتفقلة جدا النهاردة خير بإذن الله رب ويمكن احنا بعتنا كده قلنا توقعات حضراتكو ايه برضو ممكن الناس عايزين تبعتونا على الصفحة قلولنا مفيش مشكلة يبقى فيه تواصل برضو اكيد مهم طيب بالنسبة لطاعم التحكيم لان الناس كتير برضو بتقولك انا عايز اعرف طاقب التحكيم التحكيم الخاص بي يمين عندك اول حاجة الاسباني خسين لويس ده هيكون حكم المباراة مين المعاون بتاعه اسمه انيجو بريتس لوباز ده هيكون المساعد الاول وديجو سيلفيا ده هيكون مساعد تاني وتقرر برضو تعيين خسين لويس حكما لتقنية الفيديو بيعوانه ديفيد ماندي جيمز ده في غرفة غرفة الفار فبالتوفيق ان شاء الله للفريق تاني وبنأكد يعني احنا يعني خلاص ده يوم القمة بيكون عيد وتاني يوم القمة بيكون عيد برضو لكل مشجعي القورة يعني نتمنى يكون فيه لقاء تاني ممتع والفوز يكون حليف الاهلي اللي الدوافع عنده برضو يا كريم لو كلمت على دافع كل فريق اكيد الاتنين نفسهم يكسبوا بس الدافع عندنا اكبر ان احنا بقلنا يومين في معسكر مغلق والكل جاهز وفي حالة كمان تركيز كبيرة جدا وعايز اطمن حضراتكم برضو بالمناسبة على الحالة المعنوية البدنية لللاعبين في اتم حال ما تقلقوش خالص من الحتة دي ومقول لحضراتكم بمعلومات الحالة البدنية والنفسية والمعنوية الدنيا الحمد لله كويسة جدا ما فيش اي مشكلة وزي ما بيتقال الاهلي بمنحضر مش بس اللعيبة الاهلي بمنحضر حتى بالجهاز الفاني حتى بينا احنا كجماهير اصلا فان شاء الله خير فعلا النهاردة يوم اكيد استثنائي عند كل محبي كرة القدم بشكل عام وطبعا اكيد بصفة خاصة جماهير الاهلي والزمالك وده كان واضح جدا في الاقبال الكبير على حجز التذاكر بالمناسبة عايزين اقولكم ان شركة تسكرتي اعلنت عن نفاذ تذاكر مباراة القمة اللي هتقام النهاردة ان شاء الله الساعة 8 مساء على ملعب الاهلي والسلام هيتم فتح ابواب الاستاذ ابتداء من الساعة 4 عصرا وحتى السابعة مساء هيكون دخول جماهير النادي الاهلي من بوابة رقم 7 فيما سيكون دخول جماهير النادي الزمالك من بوابة رقم 5 نتمنى ان احنا ان شاء الله نتفرق كلنا على مباراة ممتعة وان شاء الله يعني يكلل للنادي الاهلي بالفوز النهاردة وعشان نتطمن أكتر على خط سير الموتش هكون عامل إزاي فيه ما يتعلق به التأمينات. فإحنا معنا على التليفون سيادة العميد محمود القاضي مدير غرفة عمليات المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة القمة. صباح الفل على حضرتك فنم. أهلا بك في عشر الصبح في الأهلي. أستاذ كريم صباح الفل وأستاذ النهواند صباح الفل على حضراتكم وعلى أستاذ المشاهدين. صباح خير. إحنا عايزين بقى نتطمن من حضرتك طبعا أنت عارف أن أكيد أي لقاء بيجمع ما بين الأهلي والزمالك هو لقاء استثنائي. ومهما بنتكلم عن الروح الرياضية في بعض الأحيان الأمر لا يخلو من بعض المناوشات من هنا أو من هناك. فأكيد أنتوا كمان بالتالي هتكون استعداداتكم استثنائية كمان. ولا أنا فاهم غلط. والله يعني الحمد لله إحنا تمينا كافة الاستعدادات لاستقبال المباراة النهاردة. يعني تم مراجعة التعليمات التأمين والخطط الموضوعة وتم عمل بروضات واستعدنا لإستقبال المباراة. طبعا يعني احنا مش أول مباراة طبعا أهلي وزمالك بالنسبة للشركة الأفريقية. احنا قمنا أكتر من مباراة للأهلي وزمالك وكان أشهرها طبعا مباراة نهائي للبطولة التسعة اللي هي كانت في استاد القاهرة فالموضوع بالنسبة لنا الحمد لله ما فيش مشكلة وإن كان هي أول مباراة قمة في استاد السلام فطبعا هيبقى برضو لنا استعداد خاصة. احنا الحمد لله يعني الأمور بالنسبة لنا تمام. أنا مطمئن. ومن خلال برنامج حضرتك بطمن برضو الجماهير إن شاء الله الناس هتيجي وهتغادر يعني هتوصل وهتغادر المباراة في أمان وما فيش أي مشكلة إن شاء الله تحقص. طيب سعاد بيبقى فيه يعني البعض طبعا أكيد الكلام ده بيخص البعض ومش ناس كتير اللي بتعمل كده بس عادة بنشوفها وخصوصا في النوع ده من الماتشات اللي هو يبقى جاي يعني معوش تذكرة ومعوش أي حاجة وعايز يدي كتفه ويدخل والسلام. بتتعاملوا إزاي بقى مع النوع ده من الجماهير طبعا يعني احنا بيارضوا بقى يعني من خلال برنامج حضرتك احنا بنقول لسادة المشاهدين محدش ييجي الاستاذ من غير الفان اي دي والتذكرة لأن محدش هيدخل محيط الاستاذ إلا من خلال الفان اي دي والتذكرة النهاردة الماتش طبعا دي قمة مطش اهلي وزمالك كل الدولة مهتمية بالمباراة فما فيش مجال لأي خطأ ان شاء الله يحدث وبالتالي برضو ما فيش اي تجاوز ان حد هيدخل يسمح لحد بالدخول داخل محيط الاستاذ وهو مش عارف هويته مش مع الفان اي دي بتاعته او مش مع التذكرة المصرح بيه بالدخول فمحدش هتواجد لأن محدش هيدخل من المحيط الخارجي للاستاذ متواجد عناصر وزارة الداخلية بتقوم بالفحص وا 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 لحد ما يوصل المشجع الى باب الاستاذ بتبدأ عناصر الشركة الافريقية المعينة على البوابات بمراجعته وتفتيشه وتأكد انه هو مش معاه اي مخالفات وبنستغل الفرصة وبنقول على مسامع المشاهدين المخالفات اللي احنا بنأكد عليها من خلال برنامج حضرتك هي اهم حاجة طبعا الالعاب النارية اللي هي الشماريخ هي منوعة ومش مسموح لها بالدخول الام الليزر اللي هي بتسبب الشوشرة للعيبة ولو فيه اي لفتات او حاجة دعائية او حاجة موسيقى مش مسموح طبعا ان هي تتواجد وطبعا الليزر اكيد متاخد في الاعتبار برنامج حاجة العامية الام الليزر انا بأكد على الام الليزر وعلى الشماريخ اللي تخص مشجعين الكرة يعني وبنأكد ان هي ممنوع كويس جدا وحيتم طبعا يعني اتخاذ الاجراءات القانونية في حين اي حد خالف الامور دي لان دي امور مش بسيطة اكيد طبعا لو فيه اي حد خالف التعليمات هنحط نفسه تحت طائلة القانون ويعني هيتم التعامل معه خارج رائع جدا تمام سيادة اللواء خير ان شاء الله المباراة هتعدي بإذن الله كلنا عارفين على خير والفوز يكون للأفضل نتمنى اكيد للأهلي شكرا لك يا فان ان شاء الله نتمنى ان المباراة تخرج في إطار من الروح الرياضية لطاليق بسمعة الكرة المصرية وبمكانة مصر في الشرق الأوسط لان المباراة دي طبعا متشافة مش في مصر بس دي في الشرق الأوسط بكامل ونتمنى الفوز للمجتهد اللي ربنا هيوفقه هنقوله مبروك واللي مش هيحالفه التوفيق دي مباراة كرة مكسب وفسارة هنقوله هارد لك والمطش يطلع في إطار الروح الرياضية كاملة بعيدة عن التعصب وبعيدة عن أي حاجة تشوب العرص الكروي النهاردة المباراة الأهلي والزمان ده اللي كلنا بنتمنى يا فان احنا بنشكر حضرتك جزيلا شكرا على وقتك وعلى وجودك معنا النهاردة شكرا لك نقاط مهمة جدا واهم حاجة للنقطة الخاصة بين ان محدش يروح لو معهوش يعني تذكرة والفان ايدي يعني الاجراءات الطبيعية ان انت تحضر كمشجع يعني طبعا احنا كلنا نفسنا نحضر بس مش كلنا بيحلفنا الحظ حتى احنا اوقات انا اوقات ما بقى عايز اروح احضر المطشات ما بعرفش على فكرة يعني وارد لأي حد فما فيش مشكلة لو ما حلفنيش الحظ ما روحش مننا افرد نفسي على المجوابة واننا ندخل دي كده هتبقى اوضاعي بقى ماشهد مش حلو ابدا لينا كلنا وانا استبعد عمتا يا كريم حدوث ان شاء الله اي حاجة من الحاجات دي والفترة الاخيرة بصراحة الجماهير المصرية بتثبت بجد من مباراة لمباراة حتى لو العدد بيكون قليل بتثبت فيه رقي حقيقي موجود في المشهد فان شاء الله هيعدي بمنتهى الرقي لان احنا جماهير متحضرة ما عندناش اي قلق مش هنتلع نفضل نطالب يا جماعة لا الكلام ده اصلا مش هنقوله لان هو كلنا عندنا وعي بهذه الامور فان شاء الله اليوم يعدي على خير نروح بقى دلوقتي لملف اعتقد برضو مهم جدا هو استعراض مجلس ادارة النادي الاهلي في الاجتماع اللي كان بالامس البيان بقى اللي صادر عن اللجنة العليا طبعا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد زي من حضرتكم متابعين ملف مفتوح ولسه مستمر بزارة الشباب والرياضة ضمت ايه بقى هنا بعض السادة المستشارين من عضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن اهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الابطار ما احنا عايزين نفهم ما حقينا ان احنا نفهم طيب ايه كمان ما ترتب كمان على ذلك من خلال او اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين ممثل القرى المصرية ومنافسه حسم البيان ان المسئولية بتقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم لكن دون الاشارة في البيان الى كيفية استعادة النادي الاهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير اللي لحق به وعليه وبعد ان كشف البيان وبشكل قاطع هنا بكلم حضراتكو عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية وحتى كمان لا تتقرر مثل هذه الاخطاء مع اي من اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري بنتكلم هنا في المستقبل بينتظر النادي الاهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية والاعلان رسميا عن محاسبة المسؤولين عن الاهمال وعن التقصير بخصوص طبعا خطاب الكافوي لترطب عليه في اهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الاهلي كم اعتقد محترم جدا وايضا طمقنت المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة وفي ذات السياق كل في مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من اجراءات يعني هنا زي ما بتقيل محققة اعتقد ده تطور في هذا الملف زي ما كنتم بقول لحضراتكم من اول يوم انا وكريم متابعين هذا الملف وقناة الاهلي اكيد لحظة بلحظة بتغطي هذا الملف ويهي الجديد فيه والاجراءات اللي بيتخذها كمان الاجراءات القانونية اللي بيتخذها النادي الاهلي لان احنا قررنا وقلنا وكابتن محمود الخطيب اكد مش هنسيب حقنا خلاص حصل فينا ده كذا مرة وفي كذا موسم وفي كذا بطولة وكل شوية بنطالب ولكن اه بس خلاص حقك كنادي ان انت تطلب بحقك حقك كنادي ان انت تحافظ على يعني كمان زي ما بتقال كده حقوق الجماهير يعني مش معقول طب الجماهير برضو يا كريم احنا كلنا بنستاء من حاجة زي كده الواحد بيسأل هو احنا ليه بنتساهل لا من نادي اهلي عمرهم ما بيتساهل نادي الاهلي خلاص كان الاول بنتكلم كده بلطافها بتاع بعد كده بتتكلم بلغة القانون مش هنسيب حقنا فادي الجديد وان شاء الله برضو هنوافع حضراتكم لو فيه اي جديد في الايام كمان القادمة هو العادي ان كل فترة والتانية وارد ان يحصل امر ناس كتير تشوف ان الامر ده غريب او عجيب لكن الحقيقة بقى ان فترة بنتكلم في امور اغرب من الغرابة ذات نفسها يعني ملف اللي احنا بنتكلم فيه وبنهايتي بقى ان فترة مش قليلة الحقيقة اصلا الموضوع في حد ذاته من حيث المبدأ اغرب من الغرابة يعني وبعدين ما يصحش نكون بنتكلم على النوع ده من الامور لان النوع ده من الامور لا يسيء الى نادي بعينه اللي هو برقصين النادي الاهلي في الحالة اللي احنا بنتكلم عليها لا ده بيوسيء اولا لكرة القدم المصرية وثانيا في بعض الاحيان فيه امور بترتقي للإساءة للدولة ذات نفسها ففيه حاجات ما يصحش انها تكون حصلة عموما نتمنى ما يصحش كده اه والله ما يصحش كده فعلا وحياته ربنا فعلا ما يصحش كده فيه حاجات عيب ان احنا نكون يعني شايفينها ونكون بنتكلم عنها على كل الاحوال لما النادي الاهلي بيدافع عن حقوق المشروعة في مثل هذه النوايات من الامور هو بطبيعة الحال بيدافع عن المنطق بيدافع عن المبدأ بتاع تكافؤ الفرص والعدالة والروح الرياضية وكل المعاني والقيم النبيلة اللي المفروض ان احنا نشوفها منعكسة فيه سلوكيات وفيه فعاليات وفيه انشطة وفيه قرارات وفيه شفافيات بنكون مفتقدينها في بعض الاحيان فنتمنى ان الوضع الغريب ده يعني ينتهي في اقرب وقت ممكن تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف هنتكلم شوية عن لجنة الطفل في النادي الاهلي وهي واحدة من اللجان الناشطة جدا الحقيقة واللي مؤخرا وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان وطبعا تحت اشراف الادارة المركزية عفوا الادارة التنفيذية في النادي نظمت في فرع النادي بمدينة نصر اليوم التعريفي بكيفية ممارسة لعبة البادل تانس لأعضاء النادي وأبنائهم وكمان التعريف بقواعد هذه اللعبة وقوانين هتابع معنا التقرير ده الحقيقة احنا كل مرة في لجنة الطفلة بنحاول ان احنا ما بنعمل افنت بنحاول نفكر ايه اللي ممكن للعضو يستفيد منه فبنحاول بقدر ان كان نشوف اللي هي امكانيات النادي وتكون مش ظهرة قوي فبنحاول نبرزها ففكرنا قبل كده الحقيقة في ألعاب القول الحمد لله جابت نتيجة كويسة معنا وفضلنا وراها لحد ما الحمد لله قفلنا دخلوا فرق ودخلين بإذن الله بطولة الجمهورية ان شاء الله في عشرين ستة وده أول حاجة تتعامل ان يبقى في أعضاء من النادي نفسهم دخلين في فرق ألعاب القوة فكان دي خطوة الحمد لله احنا فرحنا منها قوي أما اتعملت ملعاب البدل في أهلي مدينية نصر وأهلي شيخ زيد احنا طبعا شفنا ان الأعضاء كتير جدا عمان يقولوا ايه هي البدل تنس ايه هي البدل تنس مش عارفينها وبعدين هما مش عارفين يستفيدوا منها ازاي واللعابة جديدة ومنتشرة برا النادي وجوه النادي وطبعا طالما ان احنا عندنا الحاجة موجودة جوه النادي فلازم ان احنا نوصل المعلومة للأعضاء بشكل كويس ففكرنا الحياة كانت فكرة الأعضاء مجموعة من الأعضاء وكان أهمهم أحمد حسنين عدو لجنة الطفل بأهل مدينة نصر قال ان احنا نعمل يوم تعريفي زي ما احنا نجحنا في ألعاب القوة نعمل يوم تعريفي كمان للبدل للناس بس بشكل يعني نقدر سهل ان اردنا نوصل المعلومة احنا كان الهدف من الإفنت نفسه ان يبقى فيه مشاركة احنا عملناها حددناها من سن 8 سنين ل 14 سنة وسمحنا فيها احنا بقلنا فتا في نجن الطفل ان احنا بنعمل مشاركة قصو يعني معظم الاجبال الاجبال حصل بسبب ان القصو كلها مشاركة معنا الوالد والوالدة يعني مش الاطفال بس لا دع باباهم ومؤاتهم بيشاركوا معنا فيها بادل تنس منتشر دلوتي جدا بشكل كبير والنادي الاهلي دائما تعودنا منه انه هو دائما صباق في الألعاب اي لعبة جديدة بيحاول ان يبقى موجودة لأعضاء اللعبة او نحاول ننشر اللعبة لان كان فيه تساؤلات كتير احنا دائما بيجلنا الأفكار من جوة النادي يعني التساؤلات الأعضاء والحاجات اللي بتقابلهم نفسهم يعملوها بنحاول احنا كلاجنة طفل في النادي الأهلي ان احنا نوفيها لهم ونقدر نخليها موجودة متاحة لهم انا قول لما شفت الاعلان كان على اللينك على الفيسبوك على الصفحة بتاعتهم وقدمت وكنت فاكر بصراحة ان هي يعني هقدمه ومش يعني مش هيبقى فيه اصلا اليوم ده بس لقيته فعلا موجود وقات لي المساج على الواتساب وكان السن هم عاملينه للأطفال بس هم فتحوه برضو للكبار شوية اللي احنا نقدر نيجي معاهم مع الأولاد اليوم جميل والأغاني حلوة وكل الأكتيف جيت حلوة يعني وكانت الرياضة حلوة ومتحمس انها احسن فيها مكس ما بين التنس والسكواش فمتحمس يعني اللعبة والنشترك فيها وكمل فيها والله يوم لطيف يوم لطيف لانها الرياضة لسه جديدة ويعني احنا عندنا كلنا عندنا بكراوند بين التنس والسكواش بس مش مش بروفاشنال فيها فلا سماعت ان اللعبة دي مزيج بين الاتنين وممكن تناسب السوائرين والكبار فلاقيتها لطيف حتى الابنتي كان لطيف يعني ماما سألتلي ان ان النادي بيعمل ان احنا نجرب البادل تنس دي فجينا النهاردة ومبساطنا ويعني جاءت حلوة فماما قالتلي ان في في مابا ممكن نجرب فيها البادل فأنا قلت ماشي ممكن فدخلت دلوقتي لعبت وأنا أسانا كنت مضرب تنس من عبل كده فعادس يعني عمليها بشوار يلا دينا أحلى فاصل خرج بقى 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 بص اللي جاية دي أيوة فاصل ورجعين لا فاصل ونواصل ببنتار بساطة شك الدبوس فاصل ورجعين نكمل خليكم معنا أهلا بيكم مرة تانية تعالوا بقى نروح ونتعرف مع حضراتكم على آخر الأخبار والمستجدات في النادي لأهلي وفرق والمختلفة من خلال زمرتنا العزيزة سالة حامد هي موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة صباح الفل عليك أهلا تفضلي صباح الخير يا كريم وطبعا بصبح عليك أنا هاوندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة في بداية الأسبوع من عشر الصبح في الأهلي وزي ما أنت قلت يا كريم حاليا أنا متواجدة داخل لمقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان أن أقل لكم كل الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق الرياضية وخليني تدي معاكم ما بأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة الكابتن سامي أمصان القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأول يمكن نهاردة إن شاء الله يعني الفريق الأول لكرة القدم عنده مباراة مهمة في بطولة الدولي أو في الجولة العشرين من بطولة الدولي الممتازة لكرة القدم النهاردة المواجهة هتكون أمام نادي إلا زمالك وهتقوم إن شاء الله في تمام الساعة 8 مساء على أستاذ الأهلي وإلا سلام خليني أقولك يا كريم وأقولك أنا هوند ولكل مشاهدي قناة نادي الأهلي إن الفريق يعني متعود دايما قبل أي مباراة في بطولة الدوري يدخله فيه معسكر مغلق قبل المباراة بيوم ولكن يعني قرر كابتن سامي والجهاز الفني إن الفريق يدخل قبل المباراة دي بالأخص مباراة إلا زمالك يدخل الفريق في معسكر مغلق قبلها بيومين يمكن تقريبا دخلوا يوم الجمعة الماضية في فندق الإقامة عشان يكونوا في حالة تركيز شديدة ويكونوا مستعدين بقوة لمباراة نادي الزمالك طبعا بتمنونهم بالتوفيق النهاردة ويفرحونا ويحصلوا على ثلاث النقاط اللي هيكونوا يعني مهمين جدا طبعا للنادي الأهلي في مشواره في بطولة الدوري الممتازة لكرة القدم ممكن كمان عشان بيدخل مباراة النهاردة نادي الأهلي هو في المركز الثالثة من بطولة الدوري برصيد 40 نقطة ونادي الزمالك في المركز الأول برصيد 44 نقطة كمان النهاردة ان شاء الله خليني أتكلم شوية يا كريم ونهواند عن استعدادات النادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي في جميع فروعه عشان يعني يجاهزوا بقى الأماكن والكراسي وكل حاجة لأعضاء النادي الأهلي ممكن دايما متعودين في المباراة المهمة نادي الأهلي في جميع فروعه والإدارة التنفيذية وإدارة الخدمات بيجاهزوا جميع الشاشات الشاشة الرئيسية وجميع الشاشات تانية العرض عشان الكل يبقى عنده الفرصة والإمكانية أنه يتفرج على المباراة بشكل جيد كمان هيكون فيه عدد كراسي كتير جدا لكل أعضاء النادي الأهلي سواء هنا عند الشاشة الرئيسية أو عند يعني الشاشات طبعا بقول لكل أعضاء النادي الأهلي أنه النهاردة إن شاء الله يبقى كمان قبل المباراة ب3-4 ساعات هيكون موجودة كل الاستعدادات دي وهتكون موجودة كل الأماكن دي عشان طبعا يعني الإدارة النادي الأهلي هتستقبلهم ويكونوا عندهم الفرصة أن هم يتفرجوا على المباراة بشكل جيد كمان خليني أتكلم شوية عن قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي يعني المبارح هو مجلس إدارة عقده يعني اجتماع العصر أمس السبت ويمكن يتكلموا فيه شوية قرارات مهمة تخص بالأخص يعني الألعاب الأخرى والألعاب الفردية يمكن قرر مجلس إدارة النادي الأهلي اعتماد تشكيل يعني الأجهزة الفنية لجميع الألعاب الأخرى يمكن في كرة السلة قرروا أنه الموديل الفني للفريق الأول رجال مستر إجاص إبوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي وفي كرة السلة سيدات الكابتن طارق خيري ومدير قطاع الناشئين والناشئات دانيل بادروس ومدير الأكاديمية كابتن طاها الغنام في كرة طايرة كابتن محمد مسرحي وفي كرة طايرة سيدات كابتن حمدي الصافي ومدير قطاع الناشئين كابتن طارق فريد ومدير الأكاديمية كابتن محمد الشيكشاكي وفي كرة اليد دانيل جوردو ورئيس الجهاز ياسر لبيب وفي كرة اليد سيدات كابتن محمد عادل والقطاع الناشئين رؤول جراسيا ده بالنسبة للأجهزة الفنية كمان يمكن نقرر يعني كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة أن هم يعتمدوا تشكيل لجان المواهب برضو في جميع الألعاب الأخرى سواء سلة أو طايرة أو كمان كرة اليد في كرة السلة كابتن محمد طاهر رجب وكابتن شريف عبد الفاضيل وكابتن محمد سلعاوي وفي كرة الطايرة كابتن نور عطية وكابتن محمود أبو العلى وفي كرة اليد كابتن أحمد فوزي وكابتن إبراهيم السيد إن كده أنا هاوندو يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بجميع الفرق الرياضية وكمان يعني قرارات مجلس إدارة نادي الأهلي أمس واستعادات وتجهيز يعني الأماكن هنا وكافة الأمور لجميع عضاء نادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم أكيد أنا معك يا كريم ومعك يا هاوندو لو فيه أي سؤال والآن لعودة مرة أخرى للستوديو لا والله ينفيش أي أسئلة فيه بس شكر جزيل لك يزميلتنا العزيزة سلح حامد على هذه التغطية المتميزة ودايما المتشات دي بتبقى دماء خفيف جدا لما تحضريها في النادي شاشة العملاقة والناس والتشديع شاشة بتاعتنا الكبيرة دي اللي بتتحطوا كلنا منبقاعدين وتبقى أجواء حلوة طبعا تعالوا بقى نروح للأخبار وجريدة اليوم السابع تحديدا ومرستنا منا إبراهيم عشان تبقى أهم الأخبار ولو أننا يعني عارفة قبل ما منا تقولنا أو توافينا بالأخبار لأن ما فيش مرشات يا كريم لا يتحدث عن مباراة القمة بما تحمله من تفاصيل طبعا مختلفة يمكن كبان اليوم السابع بتحدث عن إنها قمة قروية ومتعة مضمونة الليلة وأعتقد ده اللي احنا قلناه في بداية الحلقة منا صباح الخير وسامعينك تفضل يا صباح الخير عليك يا نهوند صباح الخير يا كريم صباح الخير والتفايل على كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي يوم جديد وجولة صحفية جديدة من داخل جريدة اليوم السابع طبعا يعني هون زي ما قلت كل الصحف المصرية والعربية كمان النهاردة بتتكلمش غير عن قمة مباراة النادي الأهلي والزمالك طبعا اليوم كله بيتكلم بالتفاصيل الدقيقة كمان عن تاريخ يعني دي قمة طبعا 124 ولكن الكل بيتكلم عن طبعا فيه ترقب كبير جدا من أول مباراة القمة بقيادة كابتن سامي أمصان الكل مترقب كل مستني وحماس كبير وانتظار كمان لنتيجة مباراة اليوم خلونا نبتدي بيه اليوم السابع الأهليوي الزمالك قمة قروية ومتعة مضمونة الليلة المارد الأحمر يحاول الاقتراب من صادرة الدوري والأبيض يطمح للحفاظ باللقب أمصان يطالب لعبي بالفوز وفريرة يتمسك بتحقيق الانتصار وصافرة إسبانية تدير اللقاء الزمالك في صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مبارايتين وخسر أربع لقاءات وسجل لعبه 34 هدفا وتلقت شباكه 20 وفي المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة عفوا فاز في 12 لقاء وتعادل في أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لعبه 38 هدفا وتلقت شباكه 12 هدف أما عن غيابات مباراة اليوم طبعا الكل بيكون مستني يعرف غيابات مباراة اليوم إما عن الإصابة أو حتى عن الإقاف فعن غيابات النادي الأهلي يفتقد الأهلي جهود كل من أكرم توفيق وعمار حمدي وميكي سوني بسبب الإصابة أما عن الزمالج يفتقد جهود كل من طارق حامد وحمزة المسلوسي للإصابة ومحمود علاء للإقاف أما من بوابة الأهرام أدار 20 مباراة في الدوري الإسباني تعرف على حكم مباراة الأهلي والزمالج في القمة رقم 124 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الإسباني جوزي لويس مونيرا حكم من لمباراة القمة بين الأهلي والزمالج المقرر خوضها اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري ويعاون مونيرا كل من إنيجيو لوبيز مساعد أول ودييجو سيلفيا مساعد ثاني يبلغ الحكم 39 عاما وحصل على رخصة الفيفا عام 2019 أدار جوزي 20 مباراة في الدوري الإسباني وتعد مواجهة إنجلترا وألمانيا في الدوري الأمم الأوروبية هي آخر المباراة التي أدارها الحكم الإسباني قبل قيادته لطاقم تحكيم لقاء القمة اليوم بين الأهلي والزمالج ومن موقع يلا كورا فاز من أربعة من سبعة كمساعد هل ينجح أمصان في أول قمة كمدير فني أم لا يترقب الجميع من عشاء وجماهير الأهلي اللقاء بشكل كبير يعني زي ما قلت لك أنا هوندكي بسبب رحيل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قبل قمة بأربعة بأيام قليلة ويتولى مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي كابتن سامي أمصان المدرب المساعد للفريق أو يعني دلوقتي المدير الفني للفريق تواجد سامي أمصان داخل النادي الأهلي لأول مرة كمدرب مساعد في الجهاز الفني للسويسري فييلر وجاءت أول مواجهة لأمصان أمام الزمالك عام 2019 وفاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بكأس السوبر المصري واختتم أمصان مواجهاته مع الزمالك كمدرب مساعد بلقاء الدوري الأول للموسم الحالي من الدوري المصري والتي انتهى بفوز كبير للنادي الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة يدخل أمصان مرحلة جديدة الليلة كمدرب فني في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يا نهواندي كريم يعني دي كانت ثلاثة أخبار المعينة عن النادي الأهلي لكن كمان كان فيه أخبار تانية ودراسة من الشرق الأوسط بتقول نصف لعبي كأس أوروبا والأمم الأفريقية تعرضوا لإساءات طلقوها عبر التواصل الاجتماعي وأغلبها من مواطنيهم نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس السبت تقريرا يظهر زيادة عدد الإهانات التي تعرض لها لعب وكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المنفسات الدولية وعرض خطة لمكافحاتها وأوضح الاتحاد الدولي في بيان صحفي إنه قبل خمسة أشهر من انطلاق كأس العالم في قطر في المدة ما بين 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر سيعمل مع رابطة اللاعبين المحترفين على تنصيق وتنفيذ خطة حول كيفية حماية الفرق واللاعبين الحكام وكمان المشجعين من الإهانات التي تنتشر على تواصل مواقع الاجتماعي خلال المنافسات الدولية نهواندو كريم ذي كانت جولة صحفية سريعة من داخل مقر جريدة اليوم السابع واللي كانت كلها طبعا أو معظمها عن النادي الأهلي وقمة اليوم بين الأهلي والزمالك اللي بنتمنى إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا يعني اللي موجود طبعا يقدر يقذي ويعمل مباراة كبيرة جدا آخر مباراة طبعا كانت بفرق كبير وكان فوز وكانت مباراة كبيرة جدا نتمنى النهاردة كمان مباراة اليوم تبقى بفرق كبير ونتبسط كلنا طبعا كمشجالي النادي الأهلي تحت قيادة كابتن سيمي أمسون العودة اليكم مرة تاني في استوديو تفضل إن شاء الله الفوز يكون حليف النادي الأهلي وإحنا على أتم استعداد زي مكتبوا لحضراتكم شكرا لك يا مننا إحنا على أتم استعداد زي مكتبوا لحضراتكم أنا وكريم بكلم بدنيا ونفسيا ويعني خلينا نقول لكم برضو إداريا كل حاجة الحمد لله إن شاء الله هتكون على أتم واجهة متقلقوش خالص إحنا بنطمن حضراتكم ده وفقا يعني لي معلومات خير جدا بإذن الله عايزين النهاردة بس كل المطلوب مننا أن احنا نبقى في ضهر كابتن سيمي خمسون والفريق بتاعنا وبإذن الله خير بتيجي نتكلم شيء عن الأرقام قبل ما نتكلم المهمة جدا برضو نتكلم عن هذه القمة اللي كنا بنقول لحضراتكم فيها غيابات وسريعا أنا وكريم نروح لها أبرز هذه الغيابات من الفريقين خلينا نبدأ غيابات الزمالك عندك أبو جبل حازم إمام أحمد فتوح طارق حامد وسيف الدين الجزيري ومحمود عليك في المقابل حيفتقد الأهلي طبعا محمد عبد المنعم علي لطفي ولويس مكسيوني طيب أرقام الأهلي والزمالك يا كريم هذا الموسم نتكلم عن الأهلي في مسببت الدوري ده الموسم طبعا السبعتاشر الجولة فيها في الجولة السبعتاشر 12 فوز وخسر لقاء وحيد وتعادل في أربع مبارات يعني احنا كده تقريبا في المركز الثالث في المركز الثالث فعلا بالرصيد تقريبا برضو 40 نقطة طيب نروح بعد كده للزمالك خض 20 جولة برضو في المسابقة فاس في 14 خسر في 4 وتعادل في مواجهتين وبالتالي هو كده في المركز الأول ولو حسبته بالرصيد كام هيتل 44 نقطة تاريخ المواجهات زي ما حضرتكم عارفينه زي ما احنا كلنا متابعين 124 طبعا لشان كده احنا بنتكلم دي القمة 124 ولسه مزيد من التفاصيل الأكيد هنتكلم فيها وكواليس مع فقرتنا الأولى كابتن إيهاب المصري بس مهم برضو ان احنا نتكلم في الأرقام برضو جديد بالذكر على ذكر الأرقام من 123 لقاء قمة اللي جمع قبل كده بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري العام نجح النادي الأهلي في نحقق الفوز في 47 مباراة منهم سجل لعيبة النادي الأهلي 157 هدف بينما انتصر الزمالك في 27 لقاء وأحرص لعبوه 105 هدف وحسم التعادل بين الفرقتين 49 مباراة يعني 7 و7 بس فرق 20 ايوه بالزبط كده ربنا يستحى الحال ان شاء الله ونستمتع النهاردة بأداء مرضي ونتيجة مرضية لجمهور النادي الأهلي في كل مكان بالإتمنى لهم كل التوفيق تعالوا بقى نختم الجزء الأول من حلقتنا النهاردة بخبر لطيف جدا بل هو إنجاز يمكن تاريخي غير مسبوء حققه المنتخب المصري لرفع الأفقال تحت سن 17 سنة فعلا إنجاز كبير جدا عايز أقول لحضراتكم تفاصيله بالزبط يعني عشان حتى الأسماء متوقعش منهم أولا الكلام ده يعني اللي أقول لحضراتكم عليه حصل في بطولة العالم للشباب في المكسيك حصل المصري محمود حسني السيد على تاني أفضل لاعب في البطولة لأنه حقق ثلاث ميداليات ذهبية وده طبعا إنجاز كبير جدا كمان حصلت اللاعبة رحمة أحمد على المركز الرابع كأفضل لاعبة على مستوى العالم شيء مشرف وبكده وصل رصيد منتخب مصر لرفع الأطقال في بطولة العالم لرفع الأطقال في المكسيك إلى 14 ميدالية ما بين 6 دهب 5 فضة و3 برونز وطبعا ده إنجاز هايل بكل المقيس وبيؤكد إن رفع الأطقال المصرية بخير وإن المستقبل إن شاء الله لهؤلاء اللاعبين لرفع عالم مصر في بطولات القرية والدولية والأولمبية المقبلة هيكون إن شاء الله مستقبل بهب نستقبل يعني نتمنى لهم كل التوفيق والمزيد من النجاحات وبالخبر ده نختم معكم الجزء الأول من حلقتنا هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان نستقبل أول ضيوف هننورونا في الستوديو خليكم معا خلينا نقول لحضراتكو يعني كواليس ما قبل الهواء أنا كنت بقول لضيوفنا طبعا الأعزاء كنت بقول لهم أنا من الأيام الأوليلة اللي بجد ببقى فيها متفقلة جدا هي النهاردة النهاردة أنا متفقلة جدا وما تسألونيش لي وقلت الكلام ده إحنا مش هنكسب واحد أو اتنين إحنا هنكسب بسكور طبعا الكلام ممكن يبقى غريب بس ما فيش حاجة غريبة في كورة القدم أو في لغة كورة القدم زي بكنا بنقول فيه هنا مشاكل وفيه هنا مشاكل فيه هنا دغوطات وفيه هنا دغوطات بس كل واحد داخل بدافع مختلف وكل واحد عايز يثبت نفسه وهي تحدي كبير جدا بالنسبة لبردو الفريقين وليكن للأهلي أكتر بكتير خلينا على كل حال نناقش كل التفاصيل دي ومباراة القمة المية 24 مع ضيوفنا العزاء جدا كابتن نهاب المصري مهاجم منتخب مصر السابق ولأستاذ العزيز سامي عبد الفتاح النقد الرياضي وصديقنا صديق البرنامج صباح الفول صباح الفول يا سامي كابتن منورنا وسعداء بوجودكم وكده الكلام بقى حيبرايح جاي ما بين النقد والرؤية التحليلية فاستأذلك نبتدي بالنقد ونشوف كده يعني ايه أولا رؤية حضرتك للماتش الأخراني بين الأهلي وإيسترن كومبني وبناء عليه رؤيتك للماتش اللي حيحصل بقى النهاردة يعني خلينا ناخد الماتش اللي فده نقطة انطلاق فيما يتعلق بالندي الأهلي تحديدا الماتش الأخير كان مخطة مهمة جدا لجهاز النادي الأهلي واللاعبين هم يرجعوا من متاهة وراحوا فيها شوية بعد خطرة اللقم الأفريقي وكان لابد ان هم يعني انتبهوا ان فيه بطول الدوري موجودة على المحاك وانها ضاعت السن فاتت وبالتالي المطالبين هم يبدأوا بجدية أكتر يعني لاستعادة ثقت الجبهير بهم وثقتهم بأنفسهم كمان يعني مع الجهاز الفن الجديد بكواد كابس السامي ومصال فانا شايف ان التجربة دي او الاختبار ده نجحوا فيه بدركة امتياز ومش عشان عدل الأهداف اللي جيه ولكن نوعية الأداء اللي موجودة في الملعب والحماسة الموجودة اللي كانت غايبة في فترة من الفترات وكانت منصار قلق جميل الأهل كلها طبع بدون يعني شك كانت منصار قلق كبير وبالتالي انا شايف ان نجاح للجهاز الفني وكان نجاح للعبين وبيتبني عليه ما هو قاتل يعني دي نقطة مهمة جدا لاستعادة بطول الدورة اللي راحت السامي فاتت في ظروف ظروف غمضة ظروف غمضة جدا ايوا صحك أستاذ سامي والله وبالتالي يعني هم مطالبين ان هم يثبتوا يعني تقدرهم للجماهير الزمن الجماهير بتقدرهم أكيد طبع وعندهم أمل الجماهير لسه عندهم أمل وظهرت النادي وافة ظهرهم وافة عظيمة بالزرط طبع يعني عليهم عليهم جوء يعني مسؤولية جدية جدية مرحلة جاء مرحلة جاءة بداية من مبارات الليلة أمام الزمالك وما هو آتم بعد كده حتى آتموش بالزرط يعني العنوان الرئيسي اللي لازم يكون قدام اللاعبين قبل الجهز الفني طبع لان هم اللي في الملعب استعدوا بصورة الدورة وتحقيق بصورة كأس مصر إن شاء الله بإذن الله يحصل عشان كده احنا ممكن بقى نوح لي النظرة الفنية شوية وتحللنا ليه النهاردة هبدأ بالزمالك تمام الزمالك ربما بيعاني شوية من فكرة هنا أو القوة زي ما بتقال الدفاعية عندهم مشكلة وعندهم غيابات وعندهم غيابات كمان مهمة أو أساسية مؤثرة لو إحنا هنتكلم يعني فبتشوف برضو ده إزاي ممكن يكون لصالح الأهلي لو هنتكلم وحسألك نفس السؤال بالعكس طبعا في صالح النادي الأهلي لو النادي الأهلي يستغل النقطة دي وكابتن سامي أكيد بيحضر للمباراة بشكل جيد وعلى علم بالغيابات هو الفريقين حفزين بعض يعني كتاب فعلا مفتوح لبعض وحتى لو عناصر الغيبة في نادي الزمالك موجودة هي على نادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية على دراية باللعيبة دي وعلى دراية بإمكاناتهم الفنية وعلى دراية بكيفية التعامل معهم واللعيبة دي لعبة مباراة أهلي وزمالك قبل كده يعني هي مباراة الأهلي وزمالك دايما مش مكياس للعيب أو ممكن تبقى مولد نجم جديد يعني مثلا في ظل الغيابات اللي بيعاني منها نادي الزمالك ممكن تلاقي النهاردة لعيب في نادي الزمالك نجم جديد يعني بينشوفه بيظهر في الكرة المصرية بياخد سقطه بياخد مكانه ومكان لعيب كبير في التشكيل لكن نادي الأهلي النهاردة يقدر يستغل النقط دي يقدر يستغل لوجود محمد مجدي أفشا في منطقة المنطقة ما بين خط دفاع نادي الزمالك وخط الوسط اللي هي يكون ما بين مثلا حمود حمدي الوينش ومحمد عد الغني وإمام عشور ووروقة المنطقة دي لو التحركات أفشا اللي بيعملها دايما في المنطقة دي وتحركاته ما بين الخطوط اللي بيعملها بشكل كويس جدا ويعمل عملية الرابط لو أفشا استغلها بشكل كويس أعتقد هتسبب مشاكل كبيرة جدا لنادي الزمالك ولو أفشا استغلها هجميا لصالح النادي الأهلي أعتقد هيفرق كتير جدا لو أفشا في حالته الفنية والبدانية العالية جدا هيبقى سلاح مهم جدا لكالتنسامي ومصان هيقدر يستغله جابها الشمال للنادي الأهلي النهاردة في صل العددي في نادي الزمالك عدم وجود حزم إمام عدم وجود المسلوسي بنسبة كبيرة يعني أحد لعيب قطاع الناشئين في نادي الزمالك هو اللي ممكن يشارك فأعتقد ده ممكن تضي يعني أفضلية فنية للنادي الأهلي من الناحية الشمال للنادي الأهلي عن طريقة عالي معلول أو أحمد عبدالقادر أو أي حد هيشتغل في الجابهة دي أعتقد لو النادي الأهلي يشتغل عليها بشكل كويس ممكن يقدر يعني يقدر يعمل صغرة في خط ظهر نادي الزمالك في الناحية الدفاعية وتبقى مفتاح لها بمهمة جدا في الناحية الجمال للنادي الأهلي طيب خلينا نقب ولو لدقايق عند كابتن سامي أمصان نفسه لأن الحقيقة برضو الفترة اللي فاتت كانت فترة يعني مش يعني فترة عصيبة إلى حد كبير مليانة مرتبط أحداث كبيرة أحداث جسام ومؤثرة للغاية هو الرجل الحقيقة بمنتهى الاقتدار ومنتهى الاحترافية والأهم أنه بمنتهى الهدوء وبلا صخب تقريبا بيقود السفينة كما ينبغي هل استمرارية الأداء ده من كابتن سامي أمصان ممكن يبقى لها نعكاسات مستقبلية فيما يتعلق به أي قرارات بصدد اتخاذها متعلقة به المدير الفني للنادي الأهلي تبدأ من النهاردة يعني مبارزة النهاردة وحك رئيسي النهاردة أكيد واحتكاك قوي واختبار قوي جدا لمدير فني شاب أنا أتعاملت معه فنيا في الملعب في حرص الحدود كان يعني قضني مباراتين أو ثلاثة في حرص الحدود في فترة انتقالية برضو من المديرين الفنيين بايدبع عن النادي الأهلي لا مدير فني واعد صعد بحرص الحدود للدورة الممتاز عنده إمكانيات فنية ليه رؤية مختلفة تماما ومدرب أنا بشوفه كان ممكن يتواجد في الدورة الممتاز كان مدير فني أو الرجل الأول من فترة لكن هو تواجده في النادي الأهلي وحبه للنادي الأهلي وإن هو عايز يتعلم أكتر وعايز يستفيد أكتر خلته يكون مطمم مع التواجد النهاردة مباراة هتفرق كتير مع كابتن سامي هدوء كابتن سامي على الخط هينقله اللعيبة اللعيبة النهاردة لازم بساعد كابتن سامي كمان يعني أنا كلعيب لأن أنا عارف دور كابتن سامي الفترة اللي فاتت في وجود مسماني في المشاكل اللي كانت ممكن بتحصل ودوره مع اللعيبة ودوره لزاي بيكون قريب من اللعيبة بشكل كبير ويحاول يخفف من عليهم ويخفف عليهم اللعباء وأي مشاكل كان بيحاول يحلها فأنا النهاردة دوري كالعيب أردله بقى الجميع لازم النهاردة مركز لازم النهاردة التعليمات الفنية والتحضير الفني والزهني اللي كتن سامي قبل اللقاء ده شيء لكن النهاردة اللعيب هو اللي هيمتحن اللعيب هو اللي هيكون نازل الملعب لازم معدام علاقتي بالمدير الفني كويسة والمدير الفني راجل معي ووقف معي بشكل كويس وفي ظهري دايما لازم النهاردة أنا أكون في ظهره لازم النهاردة أكون في كامل تركيزي سواء الزهني أو الفني أو البني بكل تركيزي كل ما أوتتمن قوة عشان أقدر أكون في ظهر الراجل ده لأن مباراة زي النهاردة ومعترك مهم جدا ومعترك قوة ومحاق قوة جدا في المسيرة التدريبية والقرار اللي حالي بتتكلم عليه مع كابتن سامي لأن كابتن سامي داخل على فترة صعبة جدا محلة فأعتقد أن مباراة النهاردة هتدي ثقة كبيرة لكابتن سامي ثقة مجلس إدارة في كابتن سامي جمهير النادي الأهلي في كابتن سامي وما أدرك ما جمهير النادي الأهلي لما تبقى واسقة في حده وتدعمه وفي ظهره فأعتقد كابتن سامي عجبني اليومين اللي فاتوا اللي هو قافل على نفسه صحيح يعني احنا ما فيش أي معلومات طلعة ما فيش أي أخبار طلعا من يعني حتى الموقع يعني أنا شايف اللي الدنيا مقفولة بشكل كويس فيه تركيز حالة الحب طبعا تقييم المباراة أسترن طبعا محترام الكامل فيه أسترن وكلام ده لكن فيه أداء مغير وفيه شكل وفيه حرية لكن فيه روح فيه روح فيه خوف اللعيبة على بعض حب اللعيبة لبعض مش كلام شوق أو لقطات للشوق حتى علاقتهم بكابتن سامي كونسان بصراحة من الشخصيات والحق يقال المهذبة جدا والزوء جدا والزاكية جدا وقلنا الكلام ده قبل كده وعلاقته باللعيبة كلها حلوة وبالإدارة فده مشهد أصلا لصالحنا من قبل ما يبدأ كابتن سامي يعني فيه كده رجل يجي مثلا يمسك أو يتولى مهام يبقى عنده مشاكل أو صعوبات أو عرقيل كابتن سامي الحمد لله الحتة دي مش موجودة خالص لسه كنت بقوله حراكة اللي هو هو علاقته باللعيبة كويسة جدا دايما في ظهرهم لو بيتعامل مع اللعيبة كلها بيحاول يحتوي اللعيبة بشكل كويس جدا فأنا النهاردة كلعيب لازم أردله اللي هو عمله معي الفترة اللي فاتت لازم أساعده النهاردة لأن مباراة الله يكون فأونو أنا بيتمنى له كل التوفيق لأن أنا كابتن سامي أنا بعتلمه جدا عن مستوى الشخصي كمان شخصية محترمة جدا 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 فتمنى له التوفيق ويكون مولد مدير فن جديد للكرة مصرية إن شاء الله بإذن الله ورنتيالي اللعيبة هيعمله كده لأن مش بس رد الجميل لكابتن سامي رد الجميل هنا ليه الجماهير يعني راح مننا قبل كده في ظروف غمضة زي ما كوننا منتكلم أو خرج عن إرادتنا أو أو مش هنتكلم في اللي فات بس أنت عايزت تستعيد اللقب بتاعك أنت لعبت الحد دلوقتي 17 مباراة معك 40 نقطة الزمالك 24 نقطة أنت عندك لسه مؤجلات لسه الفرصة موجودة أنت مركز ثالث الزمالك مركز أول بس لسه في كتير الأهل يقدمه طبمننا أستاذ سامي لا إن شاء الله نتطبمن وجمالي الأهل تفرح لأنه طبعا المسؤولية بكررها مسؤولية لعبين في الملعب أكثر من مسؤولية كابس سامي أمسان ناس الرجل تحمل المسؤولية في ظروف صعبة جدا ومتحدي لأنه ابن الأهل لازم اللعب كمان تعبر عن أنت مأه لهذا ركيان صح فكونوا في الملعب رجال وفاهمين مهمتهم وطمحات الجماهية في استعادة بزود الدولة عايز أقول أن المباراة دي أنا يعني بوصفها أن هي بزد نقاط مش ثلاث نقاط يعني أنت فوز عتاكوا ثلاث نقاط وتعطى المنافس بتاعك عن ثلاث نقاط أخرى فبالتالي حسبيا مباراة فايصالية في سباك الدولة زي موسى ولازم مش حول لازم النعيم يكون فاهمة أكيد هم فاهمين كده أكيد وكابتون السامي وصاني أكيد ما وصلوا من هذه الرسالة عشان يعني الفرقة ما تتعطلش أكثر مما تعطلت في السابق أربعة عدلات ما كانش اليوم نداعي أبدا أبداعي ايو لا صح مش غلط يعني مش هنقول نفاهمون هم ما فاهمين بس صحيهم شوية ونصحهم شوية لان التحديات كبيرة يعني مقول مباراة بست نقاط مش ممكن افوتها خالص باي حمل احوال ولازم اسعل انها الفوز الارضة واركب عليه انتصارك جاية عندي ثلاث مباريات مؤجلة بتسع نقاط غير مواتش النهاردة يعني هتفرق كتير يعني الفوز النهاردة حيبن عليه حالي نفسي احسن كتير مما كان في السابق وبالتالي انا ما شوف ان احنا فرقة الان النهاردة لازم تعبر هذا النفق او المعبر اللي حوصلها لبطولة الدورة انا شخصيا متفاق هتفرق 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 اي خلفيات متعلقة بالاحباطات اللي حصلت مع المنتخب طبعا العيب الدوليين خلينا نوقف عند السؤال ده واستقزمكم بس نطلع فاصل سريع ونرجع نسمع من حضراتكم الإجابة عليه اهلا بكم مرة ثانية رجعنا عشان نكمل كلامنا مع سامي وكابتن يهاب وكنا وقفنا في كلامنا عند السؤال بتاع اللي حصل مع المنتخب اكيد ساب يعني اثر غير طيب على نفوس اللعيبة الدوليين من الفرقتين الى اي درجة في رأي حضراتكم ممكن ده يأثر على لعيبة الفرقتين الدوليين في ماتش النهاردة هو طبعا كمان يعني لقيت النادي الاهل الدولية رجعت من نهاية افريقيا بعد الخسارة على معسكر المنتخب فتعرضت لهزة كمان مع المنتخب المصري وكان فيه سوق اداء والحالة النفسية العامة للعيبين ما كانتش على ما يرام سواء للنادي الاهلي او للنادي الزمالك لكن دايما مبارات النادي الاهلي والزمالك ما بترتبطش بالاحداث ما قبلها يعني سواء سوء المستوى او الحالة النفسية كل ده بيتشال يوم المباراة كل اللعيبة بتكون بطولة خاصة يعني اليوم ده النهاردة بيكون الكرة المصرية دايما بيبقى عيد بيكون بطولة مختلفة بطولة خاصة جدا للكرة المصرية فاللعيب مهما كان المستوى الفني او الحالة النفسية او كل شيء بيحصل قبل الفترة الاخيرة بيتنساء وبينساء خالص الفترة دي وبيركز في المباراة لان المباراة بتقدر تعوض كل اللي فات يعني مباراة النهاردة بالنسبة للنادي الاهلي مش هتعوض طبعا عن بطولة افريقيا لكن هتخلي الجمهور يفرح هتخلي الجمهور يعيد السخوة تاني في لعيبته هيخلي الجماهير تبقى دايما دايما هي دعامة للفريق هترجع دعامة للفريق تاني ودايما في ظهره لكن مباراة النهاردة هتنسي اللعيبة هتتخرج اللعبين بشكل او باخر من الأحداث والأحزان اللي مروا بيها فترة اللي فاتت لكن طبعا مفيش حاجة هتعوض عن بطولة افريقيا إلا بطولة افريقيا اللي جاية لكن الدور الممتاز هي البطولة الأهم والأغلى للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي فمباراة النهاردة اكيد اللعيبة عارفة اللي هي لازم تصالح جماهيرها عارفة الجماهير الزعلانة منها عارفة الجماهيرها يعني كان نفسهم يفرحها ببطولة افريقيا فمباراة النهاردة هي دي اللي ممكن تفرح جمهور النادي الأهلي وتخلي جمهور النادي الأهلي سعيد وتعوضوا على جزء بسيط يعني فيه شيء من الترضية واللعيب بينسى بيخش اللقاء ننسي كل الفترة اللقاء حتى لو اللعيب ممكن نشوف فيه تراجع على المستوى بشكل كبير بيحاول يستعيد تركيزه وقوته قبل اللقاء عشان عارف اللقاء يرجع ويعدي المرحلة دي ويخلي الناس تنسى أداءه وسوء أداء أو سوء التوفيق اللي كان بلازم الفترة اللقاء بيخليه يعد المرحلة دي على خير أستاذ سامي يعني خليني نروح معاك لسيناريو هين فضلا السيناريو الأولاني الأهلي أحرز جول في الدقائق الأولى زي ما احنا كلنا من نتمنى والسيناريو الثاني إزا مالك أحرز فينا جول الدقائق الأولى نعمل ايه بقى يعني قولنا هنا الوضع يبقى ماشي ازاي وانا أخيرا ندين يعني نقول مبارسة قمة ودوارد ودوارد طبعا ودوارد طبعا هدف مباكر للأهلي لا يدعو لعبي للصرخاء بس ربما يؤثر بشكل إيجابي وهدف مباكر للزمالك ما يدعوش لعبي الأهلي للي يعس بس يعمل خطورة برضو بس قدامنا 90 دقيقة لازم 90 دقيقة لعب جدية وروح عالية واستحضار روح الفنينة والخمرة اللي بالتالي أنا بقول مصر على كلمة أن دي مباراة بست نقاط أيوة كلامك صح بصراحة مباراة ست نقاط اللازم اللي عابين يكون مدركين لهذه الحقيقة والحزبة البسيطة أن الفوزة النهاردة يعني مهمة جدا جدا لتعويض بطولة الدور الراحة السنسات ما في ناس بتقول لك النهاردة لو فوزنا وبذكور حلو إحنا كده خلاص يعني الست نقاط زي ما أنت بتقول هنأعتبرهم في جيبنا وفي نفس الوقت الدور يتحسن شوف بيقول لك من المباراة النهاردة إلى حد ما إلى حد ما إلى حد ما لأنه عنده ثلاث مباراة مؤجلة نفس مؤجلات إسماعيل ومن أولين وجونا تسعة نقاط تسعة نقاط سوري تنشر نقط تسعة نقاط تسعة نقاط يعني هيفرقوه جامد والمهم النهاردة يكون فوز البداية يتبنى عليه حاجات كتير إيجابية مع ظروف اللي حصلت في الفترة الزاد كابتن قال لأن تأثر بضايع البطولة الأفريقية النهاردة حيستعيد الروح مرة تانية والعزيمة والقوة اللي حساعده أنه يكمل مسيرة الدورة بنجاح ويستهدف بطولة أفريقيا الجاية كمان نقطة مهمة كمان فكرة استعادة الروح مرة تانية اللي حضيف هنا وحتكلم عن فرقنا احنا تحديدا معلش كان عندك لعيبة خارجها من الوقت فترة المنتخب نفسيا مدمرة وليس فنيا على فكر فنيا كانوا كويسين جدا بس ما أخدوش فرصتهم صح تم استغالهم بشكل غريب تم اختيارهم في أوقات غريبة ففنيا كانوا رائعين لو كانوا أخذوا الفرصة لكن معنويا تم تدميرهم أنا حقولها كده تم تدميرهم رجع بعد كده الفريق أو الفريق بتاعنا من المنتخب يعني اللي هما العناصر المشاركة وبتدوا يشاركوا شوية مع مصيماني في كم مباراة لكن برضو يعني ما رجعت ليش مثلا محمد شريف ما رجعت ليش أفشى أساسي ما لعبوش من بداية المباراة فبرضو السلسلة بتاعت التأثر أو التدمير النفسي استمر مرة تانية بنشوف مع إيستاند كومبيني أول مرة ما كان تم سامي يعود أو تعود الروح بتتفق أصلا ولا تختلفوا معي في النقطة لا يعني بتتفق معك لحد كبير جدا هي مسلسل إخفاقات وربع ضاع على مستوى فرقة أهلي ومنتخب مصر في استعباده طبعا كلها حاجات نفسية مش كويسة مع الإخفاقات اللي حصلت للمنتخب وخسرت اللقب الأفريقي في البغرب فطبعا لازم يكون الصورة مش إيجابية أول دي ظهر الإدارة كابتن خطيب ما سابش الفرقة يوم واحد بيقعد معهم دايما بيتكلم معهم في كل تمرينة حتى بعد ما مشوا مسيماني دي ديار دي كمان يعني نقطة مهمة يعني مدير فني يمشي في ثلاثة أربع الموسم أو من نص الموسم دي مسألة قد يكون إيجابية وقد تكون سلبية أنا شايفة إيجابية أصدقائي 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 هو إيجابية ما أنا أقول لك هو إيجابية في التوقيت ده لأنه كان واضح لأنه مشتت خلاص هو زينه مش حاضر مع الفرقة زينه مش حاضر مع النادي في كلام رايح جاي همشي هاعد همشي هاعد تصريحاته كتير جدا تكترت ده ما يقللش من إنجازاته ده حصل ليه في الفترة الأخيرة هل الجماهير نفسها دور في تشكيل ضغط كبير على المدير الفني السابق ونتج عن ده التشتيت هو جاي عارف هيمسك من جمهور النادي الأهلي كبير وعارف اللي فيه ضغطه ودايما مطالب بالمكسب أنا عايز أكسب جمهور النادي الأهلي مابرداش الرقم واحد همال التشتيت دي حصلت تنتيجة إيه العروض في عروض أكيد حصلت في سوء مع سوء النتائج مع سوء التوفير اللي كان بيلازمه في الدوري مع عروض كتير مع مبالغ كبيرة جدا ممكن ده كله أدى إلى حالة عدم التركيز اللي هو كان فيها الفترة الأخيرة يعني هو ما كانش مركز مع النادي تصريحات والتصريحات الجتيرة خلي بالك ممكن من كتر التصريحات تخليك تغلق يعني حتى لو أنت عقلاني وبتطلع تصريحات مخترمة لكن من كتر التصريحات على الفوادي وعلى المليان وعلى ما تتكلم تتكلم ممكن يعني في وسط الكلام هتغلق وهتغلق بلحاجات فهو كان واضح إنه هو مش مركز الفترة الفاتر فكان طريق يعني مشيانه في الوقت ده أعتقد كان مناسب جدا وإيجابي للفرق مش سلبي عايزة أخذ من سؤال أنا واندي من شوية بتاع السيناريوهات اللقاء اللي هو هدف المبكر هنا أو هدف مبكر هنا النادي الأهلي أنا بشوف في الناحية الفنية لو النادي الأهلي هو البادئ بالتسجيل أعتقد مش ب المرة ما بتخلص لكن بيسهل من أموره في دخول اللقاء بشكل كبير جدا بتسهل في دخوله وتسيطرته واستحوازه على اللقاء يحصل فيه دفاع لنادي الزمالك يحصل لندفاع هجومي عشان نادي الزمالك عايز يعوض لأن مكسب النادي الأهلي النهاردة بيقلل بيوسع فرق النقاط بينه بالنادي الزمالك بعد المؤجلات نادي الزمالك النهاردة بيسعى للفوز عشان يقلل فرق النقاط بعد المؤجلات طبعا فهي دي نقطة اللقاء النهاردة لكن البداية المبكرة أو التسجيل المبكر للنادي الأهلي هيساعده كتير جدا في اللقاء النادي الأهلي لو تأخر بهدف في البداية لازم بقى المدير الفني بيكون عنده سوناريو وبلان A وبلان B في البداية يعني بيكون مزبط أموره وخططه على كده لو أحرز هدف مبكر هعمل إيه لكن أوراق النادي الأهلي ودي يعني بين للكل ومهور نادي الزمالك والعيف نادي الزمالك عارفة السكوال بتعني الزمالك الموسم ده طبعا بعد إقاف القيد وكلام ده متأثر بشكل كبير فالنادي الأهلي عنده أوراق ربحة النهاردة سواء في الملعب أو على الدكة كالتنسام يقدر يستغلها في حالة تأخر الهدف أو تأخر النادي الأهلي في النتيجة يقدر يعمل تغييرات وتبديلات من على الخط تقدر تصنع الفارق للنادي الأهلي تاني تقدر ترجع النادي الأهلي للقاء على العكس بشوف النادي الزمالك الأوراق المتاحة عنده قليلة ده مش ثقة لكن هي ده ده واقع موجود أن النادي الزمالك الأوراق اللي عنده اللي تقدر تصنع الفارق على دكة البودلاء ممكن تكون قليلة مش بالكمية أو الكافية اللي عند النادي الأهلي اللي هي تقدر تصنع لك الفارق خلال أحداث اللقاء وده كانت تنسامي ترجع اللي كانت تنسامي النهاردة لإرايته لللقاء إرايته للسيناريو وأحداث اللقاء وأحداث اللقاء تيمشي إزاي فلو هو سجل مبكر هيكون ليه تفكير في الدكة بشكل مختلف توريط اللقاء بتاعته مختلفة في النص ملعب هيزود ناحية تأمين الدفاعي شوية يلعب على كونتر أتاك في المساحات اللي هتبقى في خط ظهر نادي الزمالك وليلعب على السرعات اللي موجودة عنده سواء في برسي تاو أو محمد شريف أو في حسين الشحات أو عبدالقادر في اختراقاته ففي كذا سيناريو لازم المدير الفني بيكون مجهزه في حالة تقدمه أو في حالة تأخر إن شاء الله خير كابتن سيبي خاص بقى كابتن حلوة إحنا أصلا بيتألنا كابتن نهواندو كابتن نهواندو كابتن نهواندو كابتن سيبي يقول لنا يعني حختم بالعنوان لو حضرتك القرنقد رياضي طبعا مخضرم لو حاليدي عنوان للمباراة النهاردة هنختم بيها تلاقي أو تختار ايه عنوان مباراة اليوم كمة مهمة كمة مهمة يا سلام على السجع يا سلام على السجع حال كمة مهمة برضو لرجع لأول كلامنا إن المباراة النهاردة ذات حسابات خاصة جدا جدا في سباك الدوري والمبطولة السعادة بطولة الدوري ده هدف كبير جدا لجمائير الموجيل موجودة حاليا في فئرة الناد الأهلي خصوصا بعد رحيل موسوماني وهربت منه البطولة السهر الفاتت وقربت منه بطولة أفريقا السامي خلاص يا أستاذ سامي خليها بما هو قادر من نذكر طبعا ما فيه تاريخ فيه أرقام من نذكر أن مسؤولية كبيرة جدا على اللاعبين المكتب طبعا 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 فبالتالي يعني الإدارة مش مغصرة في حاجة وهم فرقة النهاردة إن هو يكون عند حسابة نظر الجماهير للوصول إلى الخطوة المهمة جدا فيه تحسير بطولة الدورة أعاذ الموسي إن شاء الله فبالتالي أنا شايف أن الفرصة كبيرة جدا قدام لعبة الأهلي إن هم عندهم الحافز أكبر عندهم الحافز أكبر يعني هم حق اختبار قدام الجماهير ليه؟ بعد يعني هل هو مسلمان اللي رحل وما رحل مع البطولات ولا هم المسؤولين عن البطولات صح بالضبط فبالتالي والإجابة التانية على طول يعني يعني هم المسؤولين بلغة الأرقام طبعا هم المسؤولين عن تحقيق البطولات مع موسيماني مع سامي المسال مع أي حد هيجي تاني هم المسؤولين عن تحقيق البطولات فأنا شايف إن شاء الله ببراء بكرة ممثلة حافز قوي جدا بكرة زي نهار ممثلة حافز جدا كبير جدا لللاعبين إنهم يثبتوا وجودهم أمام الجمير وفي الملعب وإن كل زي ما بيقول الأهل باما حضر إن كل الكبوات اللي حصلت دي مش هتخلي فرقة الأهل تحتاز تمام إنما بالعكس تستنفر كل الطاقات اللي عندها لتحقيق الفويس النهاردة والوصول إن شاء الله إن شاء الله كلام حضرتك كده يبقى حقيقة نعملوا عمليات سمنة أخليكم معنا يا أهلا من كل حضراتكم النهاردة منوراني دكتورة دين أبو السعود عشان هتتكلم معنا عن أهمية الفيتامينز لكل شخص مقبل على إنه يعمل عملية متعلقة بالسمنة وكمان هنتكلم عن الاستخدام الأمثل لهذه الفيتامينز صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم بنورك بنورك والله كل ربنا خليه كله تمام كله زي الفل طيب دلوقتي في فئة من الناس وأنت أكيد بتتعرضي الده وبتشوفي كتير ما بين بتفكر إنها تعمل عملية سواء بقى تكميم تحويل مصار أنا مش عارف أبعاد الموضوع وصل في إنه كل شواء بس بحاجة جديدة فيما يتعلق بعمليات السمنة فهل الفيتامينز أهمية استثنائية في الحالة دي؟ ولا زيها زي أي حالة تانية الفيتامينز مهمة فيها؟ الفيتامينز ليها أهمية استثنائية لا محال من أي شخص سواء ستة أو راجل هيعملوا عملية المتعرف عليها هم اتنين التكميم وتحويل المصار لازم ولابد ومش أنا اللي بقول ده الدكتور المعالج كمان بتاعهم اللي بيقول لازم يمشوا على فيتامينات ومعادن لا محال ليه؟ لأن لو هعمل عملية تكميم وأقص حتة من المعدة أكيد امتصاص الأكل مش هيبه زي الأول وأكيد كمية الأكل وكمية العناصر الغذائية مش هتبقى زي الأول الكمية نفسها بتقلي جدا فالعناصر الغذائية نفسها بتقلي جدا وأكيد حمض المعدة بيتأثر مع التكميم فأكيد الدكتور لازم يكتب فيتامينات تحويل المصار لا محال لازم فيتامينات ومعادن وهقول إيه الفيتامينات والمعادن المهمة جدا وقتها لأن تحويل المصار الأكل بخلاص المصار بتحول أو حتة من الأمعاء بتتقص أو ده بيقلل لي جدا العناصر الغذائية والامتصاص المعادن والفيتامينات من العناصر الغذائية فلازم نعوض بسرعة النقص ده فلا محال فكرة فكرة إن الأمعاء بتتقص سواء كلها ولا جزء منها ولا حتة منها دي فكرة مخيفة جدا أثبتت نجاح طبعا العمليات دي جدا لكن لازم طول الوقت فيتامينات لازم طول الوقت فيتامينات وناس السمنة برضو خطيرة يعني طبعا المفروب لو بعدين ما أكيد الواحد بيبقى داسبت أو يعني يوصل لمرحلة من اليأس إنه يقرر يعني قرار زي ده خلاص يعني في ناس عايزة تنزل بالخمسين كيلو وحاجات لأن ده بيأثر على الرجبة وبيأثر على القلب وبيأثر على الكبد وبيأثر على كل أعضاء الحروفة فلازم يلجأوا وقتها لعملات التكمية وعندنا دكاترة من أفضل الدكاترة أو أشتر الدكاترة الحقيقة الدكاترة في مصر فعلا يعني عندنا علماء في الحاجات طيب إيه الفيتامينات المهمة أو المكمل الغذائي المهم في هذه الحالة هو ألب مالتي فيت اللي احنا شايفين صرته على الشاشة ألب مالتي فيت من أهم المكملات الغذائية للاستخدام مع الناس اللي هتخش عمليات سمنة مفرطة ليه؟ لأن أهم الفيتامينات وقتها الفوليك أسد بتأثر جدا حتى الدكتور ممكن يكتب على الأقل 400 مايكرو جرام فوليك أسد يوميا وده يتحقق في ألب مالتي بيت مهم جدا فيتامين سي لأن الحديد هيتأثر مع التكميم وفيتامين سي يعليلي من انتصاص الحديد وده موجود في ألب مالتي بيت مهم جدا الزنك لأن حمض المعدة بيتأثر والمعدة بتحب الزنك والنحاس اللي تنم مع بعض ودول موجودين في ألب مالتي بيت وعلى الشاشة دلوقتي مميزات ألب مالتي بيت من أقوى مضادات الأكسادة القوي جدا للمناعة قوي جدا في عملية التمثيل الغذائي مهم لصحة الشعر والبشرة والأضافة وكمان الستات اللي بتلجأ العمليات تكميم بتخس وبتبقى مبسوطة من نتيجة جسمها لكن الوش بيبقى شاحب شوية والشعر ممكن يبتدي يتساقط فعوادي كل الديفوهات دي بألب مالتي بيت طيب بمناسبة الكلام عن السيدات تحديدا فيه برضو رسالة جت لنا من ميرفا تسايد بتقول إن رموشها بتقع كتير وهواجبها خفيفة زيادة عن اللزوم هل ده لي علاقة بنقص الفيتامينز ولا لأ وإيه الفيتامينز المفيدة للشعر بشكل عام الفيتامينز المفيدة للشعر بشكل عام سواء شعر الراسي أو الحواجب أو رموش بيوتين رقم واحد كوبالامين رقم اثنين الاثنين دول من عقلة فيتامين بيه مهم جدا الزينك والنحاس الاثنين مهمين جدا 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 برضو لعدم تساقط الشعر والثلاثة موجودين داخل ألبا مالتي بيت زي ما احنا شايفين صحتك في فيتامين سي فيتامين اي فيتامين بي كومبليكس بجميع ألواعه وأكيد أكيد الكالسيوم مهم جدا الكالسيوم اللي داخلين عمليات تكميم أكيد برضو فده رضي على سؤال بتاعك الكالسيوم سؤال تاني من أحمد عاد بيقول أنا من وقت للتاني بحس أن جسمي مهدود ومكسر ومش قادر أعمل أي حاجة علما بأن أنا ما بكونش قبلها أعمل أي مجهود أو أي حاجة يعني تخليني أحس بكده فبيقول هل فيه تحليل دورية لازم الواحد يعملها عشان يتأكد أن مناعته قوية؟ موضوع الكسل والخمول نتيجة نقص في المناعة نتيجة الأكل الغير صحي نتيجة كمية السكرات الكتير نتيجة نقدر نقول النوم المتقطع ونتيجة نقص فيتامينز مهمين طبعا مش أتكلم على أمراض لأن عندي أمراض كتير بتأدي إلى كسل لازم نتطمن على مستوى الحديد ده الطبيعي لازم أتطمن على مستوى الحديد بتاعي لازم أتطمن على وظيف الكبد والكلب بتوعي أعمل ده كل قدية بالمناسبة كل ستة شهور كل ستة شهور ممكن الحديد وطبعا لازم كمان فيه حاجات تانية مهمة مهمة يعني مثلا في أمراض احنا ما عندناش عراض لها زي الكوليسترول مثلا أيوة صحيح يعني ده لازم دوري وبالذات الناس اللي عندها هستري وتاريخ من الأب والأم السكر التراكومي المفروض كل أربع شهور خليها كل ستة شهور لأن ساعات بيبقى فيه حاجات أنا ما عنديش لها أعراض في الأول فلازم الدوريات موضاني بيخلي أغلبنا ما بيعملش اللحلة بننصح دايما بيه فكرة طبعا طبعا بشكل دوري كل ستة شهور نتطمن على نفسنا نتطمن على نفسنا ما عندناش ليه الوعي ده يعني يعني ليه بنستنى لما الحاجة أو الحالة بتتفاقب بدها تتفاقب أو إن الأعراض تظهر بشكل واضح بالضبط لأن أولا يمكن الدنيا تلاهي ومدام أنا حاسة أنا كويسة إبقى ما عنديش حاجة فلازم برده أقول إن في حاجات بتحصل وإحنا ما بيقعش عندنا عليها أعراض فلازم نعمل الشكل لكن الفيتامينز إن الواحد يحط يعني ياخد إموت يومي من الفيتامينز بعيدا بقى حتى مؤقتا بس بره موضوع السمنة ده شيء صحي ومطلوب لكل البشر سواء اللي عندهم أمراض مزمنة أو ما عندهم شيء رياضيين مش رياضيين عندهم سمنة عندهم نحافة في كل الأحوال الفيتامينز شيء مطلوب للجسم مش كده برضو الفيتامينات دي أقدر أقول إنها بنزين الجسم أنت تقدر تسوق عربيتك من غير بنزين طيب الفيتامينز دي للصحة العامة دي إجباري إن إحنا ناخد فيتامينات من المكملات الغذائية لأن أعتقد صعب جدا إن إحنا نعرف نلم بكل الفيتامينات في الأكل أنا النهاردة واكلة بروتين واكلة سلطة ممكن بكرة ما عنديش سلطة وما عنديش خضار طيب أنا محتاجة يوميا فيتامين سي فيتامين بيه كومبليكس اللي هو أنا بسميه الغدى بتاع الأعصاب يعني أكل الأعصاب هو فيتامين بيه كومبليكس أو عائلة فيتامين بيه الكاملة مهم جدا فيتامين بيه للتمثيل الغذائي وعلى طول بقول من غير تمثيل غذائي ما فيش حياة مهم جدا تدعيم الكالسيوم في الجسم في الدم الكالسيوم الجسم لا ينتجه الكالسيوم لو نقص هيحصل لي مشاكل كبيرة جدا في العظام والقلب على فكرة انقباض عرضة القلب نفسه محتاج الكالسيوم ده مهم جدا طيب إزاي نعرف ناخد كل الفيتامينة دي بطريقة أمنة طبعا بستأذن استاذ المشاهدين المحترمين اللي بيتفرجوا علينا ان هم يصوروا شكل العلبة لأن أولا احنا ما عندناش بديل لا في السيدليات ولا في أي حتة أكيد المنافس البيع عندنا معروفة أولا ألبا مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء معنا كده انه بيتباع في السيدليات دي رقم واحد احنا موجودين في سلسلة سيدليات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر تاني حاجة عندي أرقام الشركة ظهرة على الشاشة بنوصل لحد باب البيت طبعا ده شكل العلبة أولا هو اسمه ELP MultiVit أو ألبا MultiVit ما عنديش بدائل ممكن نلاقي مكملات غذائية اسمها كذا MultiVit MultiVit يعني MultiVitamin فاحنا ألب يعني لازم الناس تركز أن احنا ELP مش أي MultiVitamin موجود في السلسلة وهو بالمناسبة تصنيفه MultiVitamin ولا تصنيفه مكمل غذائي ولا هما الاثنين واحد الاثنين واحد الاثنين واحد طبعا مرخص من هيئة سلامة الغذاء الجرعة المسموح بها من هيئة سلامة الغذاء قرص واحد في اليوم لسن معين من سن 13 سنة آمن جدا لجميع الأعمار طب إيه له سن معين لجميع الأعمار جميع الأعمار الكبار السن محتاجينه جدا زي اللي بيخش عمليات سمنة ممكن القرص بيتبلع بالمية بكوبات مية كبيرة لأن الفيتامينات اللي فيه قبلة للزوابان في الماء فامتصاصه بيبقى أسرع مع المية بعد الأكل بساعة اللي دخلين عمليات سمنة ممكن يسألوا الدكتور أو الدكتور قولهم اتحانوا القرص عشان في الأول اتحانوا القرص واشربوه على مية لكن أي حد بيقدر يستخدمه السيدة الحامل مهمة لها جدا جدا ألبا مالتيفيت لأنه فيه معظم الفيتامينات اللي هي عايزها ممكن الدكتور كمان يكتب لها أكيد على أوميجا مهم أو يود أو whatever لكن فوليك أسد موجود عندي فيتامين بي كومبليكس موجود داخل ألبا مالتيفيت فيتامين إي موجود الكالسيوم موجود بنسبة 70 ميلي جرام معنى كده أنه ممكن الدكتور يقول لها دعامي بكالسيوم سبليمنت زيادة كالسيوم فقط مع ألبا مالتيفيت آخر خمس شهور حامل لكن طبعا محدش ياخد كالسيوم زيادة غير فقط سيت الحامل هل فيه مدة معينة فيه كورس معين الواحد من خلاله ياخد المكمل الغذائي أو المالتيفيت من اللي نتكلم عليه ولا ده بقى نمط حياة ممكن ياخده طول العمر بالنسبة لألبا مالتيفيت هو نمط حياة ليه؟ أولا التراكيز بتاعتي كويسة جدا أنا يوميا محتاجة من كل الفيتامينات دي بنسبة معينة ما بخافش من ألبا مالتيفيت لأنها كلها بتدوب في الماء بتدوب في الماء فلو فيه زيادة بينزل عن طريق البول وبطامن الناس ان مش هحصل فيه زيادة يقول لك هينزل عن طريق البول يعني هحمل على الكلاه مثلا لا يمكن يحصل فيه زيادة لأن النسب عندي أقل سنة من المعدل اللي مطلوب يوميا من الدين كوم سبيس اللي كنتم برضو تحاولوا تاكلوا أكل صحي الكالسيوم عندي 70 ميلي جرام الناس ممكن تكون بتخاف من الكالسيوم إزاي أمشي عليه لايف تايم البني آدم الطبيعي بياخد ألف ميلي جرام يوميا والكالسيوم مهم جدا مهم جدا لصحة العظام طبعا برضو عايز أقول الصورة اللي موجودة للسيدة السيدلة فقط لأن كتير من السيدة العملاء بيروحوا السيدلات اللي جنب بيتهم وبتلبوا قلب مالتي فيت فبيلاقي السيدلية اللي تحت البيت مش متوفرة فالسيدة السيدلة احنا متوفرين في الشركة المتحدة للسيدلة وكود القلب مالتي فيت المكمل بتاعنا موجود كمان يبقى دي الصفحة دي للدكاترة السيدلة فقط لو عايزين يوفروه داخل السيدليات بتاعتهم اللي بتبقى بقى جنب بيت العميل طيب هل في محازير معينة يفضل في حالتها إن الواحد إما ما ياخدش المكمل للغذائي إما ياخده بجرعة غير اللي هي الجرعة اليومية أولا الجرعة اليومية هي قرص واحد زي ما نتفقد حد يقول لا أنا هاخد أنا شفت نتيجة لأنه يعني ما شاء الله القلب مالتي فيتا عمل صادع حلو قوي فيقول لك إيه ده ده حلو قوي ده أنا هاخد بقى مرة الصبح ومرة الظهر ومرة بالليل أنا ما بحبش الإكثار في الفيتامينات قد يزيادت الخير خيرين أنا مش مع كتر الفيتامينات أنا بقرص واحد بلم كل أو معظم مش أقول كل لأنه عندي برضو فيتامينز مهمة تانية بس معظم الفيتامينات في قرص واحد فدي حاجة رائعة كل الناس تقدر تستخدمه ما فيش أي مشكلة الكونسيبت يمكن الصغير جدا عندي بعد الشر لو حد وصل لو حد مثلا عنده مرض في الكلا أو التهابات في الكلا أو فاشل كلوي أو واتفر دول أكيد أي حاجة بياخدوها حتى الأكل والشرب بيسألوا الدكتور بتاعه بس أي حد تاني بيقدر ياخدوه الناس برضو اللي دخلت أو اللي عملت عمليات سمنة أي أن كان نوحا هل بياخدوا المالتي فيتامين لفترة زمنية معينة ولا هما كمان ينطبق عليهم نفس الكلام إن هما ممكن ياخدوه بشكل يومي مدى الحياة كنمط حياة يعني هو أكيد ينطبق عليهم نفس الكلام قلب مالتي فيت مش دوى باخده شوية وبوقفه قلب مالتي فيت ده مكمل أكل مكمل غزائي يعني الحاجات اللي بتتوقف إما دوى وده بيبقى تحت استشارة طبيب إمتى بياخده لما بتعالج بيقف أو الفيتامينات اللي قابلة للزوابان في الدهون وقتها ممكن باخده ثلاث شهور ووقف شهر ثلاث شهور ووقف شهرين لكن الفيتامينات القابلة للزوابان في الماء بتركيزات معقولة جدا باخده مريض السمنة أو حتى اللي بيعملوا دايت على فكرة مش لازم أن أنا أوصل لعملات تكميم عشان أخد قلب مالتي فيت اللي بتعمل دايت واللي بيعمل دايت أكيد والأكل بتاعه أقل من الأول أكيد لازم ياخده ألف مالتي فيتامي هوقفه أنا ما بحبست نحن نوقفه في حالة الصيام سواء صيام المسلمين في رمضان أو صيام إخواتنا المسيحيين في المناسبات الدينية المختلفة أو حتى الناس اللي عندها العادة بتاعتنا تصوم كل يوم اثنين وخميس اليوم اللي أنا صايم فيه أتعامل إزاي مع المالتي فيتامي؟ إخواتنا المسيحيين بياخدوه الصبح بعد الفطار ما فيش مشكلة خالص طبعا المسلمين بياخدوه بعد الفطار بتاعهم يعني عادي بعد الفطار بتاعهم بساعة بياخدوه عادي وبرضو هي الحباية هي حباية واحدة بس في يوم طبعا لو يمكن كمان الأخوة المسيحيين بيقعدوا فترة مقطعين عن اللحوم اللحوم مصدر كبير للفيتامينز فبنصحهم جدا بقلب مالتي بيت عشان يعوضوا الفيتامينات النقص عنده كبير طيب برضو حاجة تانية دي علاقة بي فكرة الأمراض المزمنة يعني برضو أنا بس عايز أعمل سترس شوي على التفصيل التي احنا قلناها في وسط الكلام بس ساعات فيه ناس بتبقى متخوفة من ان هي تاخد مالتي بيتامين لان هما عندهم حاجة من وجهة نظرهم ممكن تتعارض مع الانفوت اليومي بتاع المالتي بيتامين فتاني نأكد على الحتة دي حتى أصحاب الأمراض المزمنة ما عندهمش مشكلة أصحاب الأمراض المزمنة بالعكس لازم يستخدموا ألبا مالتي بيت أولا مريض السكر بيدعم جدا الأعصاب بكوبالامين بالفوليك أسد بالبيوتين بالنياسين بالفيامين وكل عائلة فيتامين به كومبليكس موجودة فهو هيبقى حلو مع مريض السكر جدا مع الأدوية اللي بياخدها لا يتعرض مع أي دواء مريض الكوليسترول برضو مع أدوية الخافضة للكوليسترول بيدعم بمضادات أكسادة زي فيتامين إي فيتامين إي من أقوى مضادات أكسادة عشان يمنع أكسادة الدهون الضرة وتحاولي إلى الكوليسترول ما عنديش مشكلة بيدعم جدا الصحة النفسية ما عنديش مشكلة مع الأدوية لو حد ماشي مع دكتور أموخ أعصاب دكتور نفساني بياخد ألب مالتي فيت بيدعم جدا الصحة النفسية لأنه بيحتوي على فيتامين بي اللي هو غدى الأعصاب فهو ما فيش أي مشكلة مع أي مرض أيا كان هو لا يتعرض مع أي مرض الكنسيرن اللي قلت عليه بسيط لو لقدر الله بس فيه فشل كلوي بيسأله الدكتور الواحد بتبانى عليه إن حصلت حاجة جديدة ونصحته بقت أحسن بعد قد إيه تقريبا من تناوله المالتي فيت ألت مالتي فيت بشكل يوم من يومين لتلاتة يا أه والله العظيم فعلا من يومين لتلاتة ده بتكلم على النشاط والطاقة فبتحسن هبقى فعلا بشكل ملموس واخد باله إن فيه حاجة استجددتك هتحسن إن فيه حاجة يعني بتحسن بطاقة إيجابية ودي حاجة بتسعد الواحد لما تحس إن فيه نشاط وكده بس بتكلم بقى لو هتكلم على تساقط شعر بالنسبة للستات إمتى أشوف تحسن أكيد الشعر بياخد وقت أهم حاجة الاستمرارية عايزة شعري يبطل يقع ويبقى شكله حلو مدام ما عنديش مرض يقادي إلى تساقط شعر لازم أخده كل يوم ما فيش حاجة اسمه أخده يوم ويومين أصلي أنا نسيت ويوم وثلاثة يوم أصلي أنا نسيت لا عايزة أشوف شعري كويس باخده يوميا هشوف النتيجة إمتى بالنسبة لتحسن الشعر في خلال الشعر خلاص أنا هعمل حسابي على نفسي إن شاء الله أول زيارة تيجي تنورينا فيها الفترة الجاية تيبيني معك علبة ولا اثنين حاضر هتتدي أخدهم بالتصاب والله حضراتكم لقيتوا إن الوضع اختلف يبقى كلام مصبوط من يوم في الدينة بس مش هتدخل لا يا كريم بس مش هتدخل عشان أنت مش مهم هتدخل بس ما فيه أي مستجددات تقول إن فعلا السرعة للدرجاتي يعني شديدة تقول يومين ثلاثة يومين ثلاثة هتلاقي نفسك بقى جاي القناة هنا إيه؟ بس كت أنا هسيبلك نفسك نورتينا بشكرك على وجودك معنا جزيلا شك ويا رب تكونوا حضراتكم أكيد يعني استفدتوا معنا بالفقرة دي نشوفكم على خير إن شاء الله بكرة يوم جديد وبدأت حلقة جديدة من العرشة الصفحة في الأهل إلى اللقاء